أرض مستطيلة الشكل طولها 21 متر معطلي الطوب وأيضا محيطها 78 متر المطلوب هو إيجاد عرضها العرض كم يفساوي لنبدأ بتوضيح هذه الأرض المستطيلة رسم توضيحي ليكون عندي هذه الأرض طبعا ويتكلم عن طولها 21 متر هذا الطول 21 متر بما أن أرض مستطيلة فمن خصائص المستطيلة أو من تعريف المستطيل أن كل ظلعين متقابلين متطابقين إذن هذا طول 21 متر أيضا هذا الظلع طول 21 متر وهذا العرض أيضا هذا العرض عرض الأرض مساوي لهذا العرض أو هذا الطول إذن طول هذا الظلع مساوي لطول هذا الظلع وهو معطى لدي محيطها محيطه 78 متر محيط المستطيل هو مجموعة طوال أضلعه بمعنى إذا جمعت الطول مع العرض مع الطول الآخر مع العرض الآخر يعطيني المحيط طيب في المسألة هذه ما أعطني إلا طولين أو طول ظلعين لهو الطول 21 و21 ومطلومني إيجاد العرض إذن لو أخذت المحيط وقمت منه بطرح هذا مجموع طولي هذا الظلعين سينتج عندي مجموع طولي هذا الظلعين مرة أخرى لو أخذت المحيط 78 نكتبها 78 وطرحت من الـ 78 مجموع طولي هذا الظلعين اللي هو 21 زائد 21 لماذا؟ لأن المحيط هو مجموع طوال الأضلع فلنعندي ظلعين أجمع هذا الظلعين وأطرحه من المحيط كاملا ينتج عندي قيمة هذه القيمة هي عبارة عن مجموع طولي الظلعين لهو العرض إذن تصبح 78 ناقص 21 زائد 21 لهو 42 إذن الناس راح يساوي 78 ناقص 42 لهو 36 ماذا تمثل هذه الـ 36؟ الـ 36 تمثل مجموع هذين الظلعين مجموع هذا الظلع ومجموع هذا الظلع طيب كيف أعرف طول هذا الظلع وكيف أعرف طول هذا الظلع ذكرنا قبل شوي من تعريف المستطيل أن كل ظلعين متقابلين متطابقين بمعنى أن طول هذا الظلع هو نفسه طول هذا الظلع إذن الـ 36 أستطيع أن أقسمها على 2 إذن ستصبح عندي 36 هي عبارة عن 18 زائد 18 بالتساوي 36 على 2 18 18 زائد 18 اللي هو 36 إذن طول هذا الظلع راح يساوي 18 18 متر وطول هذا الظلع أيضا 18 متر لنتأكد من الحل هل هو صحيح أم لا المحيط راح يساوي مجموعة طوال الأضلع يعني أجمع الأضلع هذه كلها راح يعطينا محيط أجمع الأضلع عندي 21 اللي هو الطول زائد العرض 18 زائد الطول الآخر 21 زائد العرض أيضا 18 وهذا يساوي إذا جمعت طول هذه الأضلع جميعها سينتج النات عندك 78 متر إذن حلي صحيح وشكرا